الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين من أعظم ما يعطي الله للعبد أن يعطيه اليقين أن يجعله من أهل الاطمئنان والراحة والأمان لأنه يعلم جيداً قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون لأنه يتيقن في قوله تعالى إن الأمر كله لله لأنه يعلم قوله تعالى وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا من أعظم ما يتسلح به العبد في الشدائد وفي الاختبارات اليقين بل هو الإجابة النموذجية للعبد في تلك الاختبارات التي يجعلها الله له تأمل للخليل إبراهيم خلّ درجة عظيمة عند رب العالمين ناد في قومه وصرح بيقينه بقوله الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين بيده كل شيء وإذا ماردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين وسرعان ما مرت الأيام فجاء الابتلاء ليرى صدق هذا اليقين فألقوه في نار من الجحيم أضرموها للخليل إبراهيم فكان آخر كلامه كما قال ابن عباس ماذا قال وهو في النار هل هرعى وخاف وبكى لا كان آخر كلامه حسبي الله ونعم الوكيل فكان الفوز من عند رب العالمين جزاء على هذا اليقين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم بل هذا هو الكليم سيدنا موسى ينادي عليه رب العالمين اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى هذا يقينهم في ربهم ولذلك سرعان ما مرت الأيام أيضا وأتى الاختبار العظيم فوقف سيدنا موسى وأصحابه بين موتتين بين أن يموت في البحر وبين أن يموت بالقتل من فرعون وجنوده حتى قال المؤمنون من أصحابه كما سجل القرآن قال أصحاب موسى إنا لمدركون بكافة المؤكدات إنا لمدركون لكن انظر إلى اليقين يقين الكليم قال كلا إن معي يا ربي سيهدين فجاء الجزاء العظيم على هذا اليقين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلقا فكان كل فرق قد توضي العظيم نجي سيدنا موسى وصار فرعون من المغرقين بعد ذلك أما عن خير الأنبياء والمرسلين الذي كان مع الصديق في الغار في الهجرة يلحقه العدو وهم أقرب ما يكونون منه حتى قال سيدنا أبو بكر لما رفع رأسه ورأى أقدامهم فوق الغار قال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا ليخاف على نفسه يخاف على النبي فرد عليه سيد المتيقنين يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما فكان الفوز العظيم والاستقبال الجميل من أهل المدينة المنورة لسيد النبيين والمرسلين اليقين كان هذا النبي العظيم يعلمه للصغار مع الكبار حيث كان خلفه على الدابة سيدنا ابن عباس فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجته تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله ما هذا اليقين أكمل قال له واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف اللهم اجعلنا من أهل اليقين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اشتركوا في القناة